اشتركوا في القناة يستعدون للاحتفال بعيدي الميلاد ورأس السنة فمنذ مطلع شهر كانون الأول ديسمبر بدأنا نرى مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد في لبنان من خلال الاحتفالات الدينية والاجتماعية أبرزها وضع شجرة الميلاد وتبادل الهدايا الأكبال عم بيكون كتير خفيف عم نشوف عاجة تسار بس ما في عالم قالوا لنا جاي السواح ما عم نشوف سواح بلد كله تعبن يعني ما في رهجة عيد بيحطوا لك أغاني بيجي وبيعملوا لك رهجة بس ما فيه ما فيه عالم ما فيه إقبال أسوأ سفر أنه السنة فيه شفاة حماس ويعني إجرى لقدام عشرة لأورا ما فيه مثل أيام سمان أنه تحس الجو عيد وعالم نازل والسوق فوق بعض والمحلات مفولة مثل ما شايف يعني إذا بتصور بشوف السوق ما فيه هالحركة يعني بس للضرورة عم ينزله مش لأنه ظروفنا هيك ما بدنا نعيد لأ بدنا نعيد ويكون عندنا أمل ولكن في الحقيقة كيف يعيد المواطن اللبناني بعد انهيار قياسي في قيمة العملة اللبنانية وراتب بالكاد يكفيه بتصور السنة رح يكون عندنا عدة كاتيجورية عدة نمازج من الناس بحسب ما عم نشوف نحنا بشغلنا عم نحس أنه فيه ناس كتير في اكتئاب نسبة الاكتئاب زي دي وأكيد فيه ناس رح تسكر على حالة وتقض ببيتها لأنه وضع المادة ما عم بيسمح له هاي دي الناس فيها تكون عايش اكتئاب وفيها تكون عايش الاكتفاء يعني يكونوا هن مبسوطين بوضعونه ومرتحين بقلب البيت وفيه ناس رح تحس باكتئاب لأنه ما قادرها تظهر متل كل سنة وبتصور فيه ناس رح يكون عندها الامكانية تظهر وتنفس وتعبر وتشتشارك بالعيلة عن تكمل تقليدها مثل ما إلعب العادة تعمل وفيه ناس مثل العادة رح يضلوا بالمطاعم ويعبوا المطاعم لأنه لحد هلأ بعتقد المطاعم مليانة يعني بتصور الحجوزات على العيد مليانة هل المواطن اللبناني يعيشوا حالة إنكار ويتصرف كأن ليس هناك أزمة اقتصادية ما فينا نقول أنه كل اللبنانيين عايشين إنكار بس شيء أكيد أنه اقتصاديا فيه لبنانية عم بيندعموا مبرر فيه كتير مكتربين جيين تا يحتفلوا بعيد الميلاد خصوصة مع أحدهم ومع عيالهم لأنه بالنسبة لألهم المشاركة هون أريح من برها صارت بالنسبة لألهم أوفر أنه يجوا هن ويقعدوا مع كل العائلة من ما يقعدوا واحدهم برها صارت بالنسبة لألهم شي هايين سو هنه رح يكملوا رسالة الميلاد وفيه ناس مضبوط عايش إنكار بتكب مصرياتها كلها الشهر بتقض يمكن شهرين ثلاثة تنبسط بهذا العيد وفي ناس رح تعيش الواقع وتفكر ان العيد هو مش بس ان يكون عم باكل واشرب وعمل كدويات في ناس رح تصلي في ناس رح تروح للصلاة رح ترجع للصلاة بهذا العيد وفي ناس رح تعمل يمكن رح يكون عندها نرجسية طبعا تفلشها هون ناس اللي بيجوا بيصيروا يوزعوا المصاري ويبينوا انه هنا عم بيعاملوا خير بتيشابع النرجسية طبعا رح يكون عندنا كل طبقة معينة او كل ممط معين رح يعيش الميلاد بحسب طبعه هو بحسب خصائص شخصيته ما رح يكون عندنا نمطية واحدة بعيش الميلاد لا شك ان الكثير من اللبنانيين اضطروا الى تغيير عاداتهم واعادة برمجة اولوياتهم خصوصا ان الغلاء الفاحش ضرب كل مستلزمات الاحتفال بالاعياد اي انه اعتاد على التأقلم معها والتغلب عليها بحنكته وصموده ولكن عليه التنبه ان التأقلم سيف ذو حدين اشتركوا في القناة